موسيقى الصفضي في بغدار دفع كبير للعلاقات الأردنية العراقية وبحث العديد من المشاريع المشتركة ليبيا على طريق التوافق النواب والمجلس الرئاسي نحو خطة لتقاسم السلطة وترحيب أممي بالاتفاق وواجنطن تبدي جدية لإنهاء الحرب في اليمن والمبعوث الأممي مارتين جريفث يؤكد للمملكة تفاؤله بالمباحثات المقبلة موسيقى أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة دفعة كبيرة للعلاقات الأردنية العراقية شكلتها زيارة وزير الخارجية أيمن الصفضي إلى بغداد اليوم كأول وزير عربي يزور العاصمة العراقية عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الزيارة أثمرت عن العديد من التفاهمات حول مستقبل العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات خاصة الاقتصادية منها رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى دعوة رسمية لزيارة الأردن خلال اللقاء جمعه مع وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي يعتبر أول وزير خارجية عربي يزور بغداد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الصفدي أكد أن هذه الزيارة تترجم حرص الأردن على تعزيز العلاقات مع العراق وتفعيل التعاون في ملافات الاقتصادي والأمن والسياحة وتفعيل القطاع الخاص المشترك نؤكد من جلال الملك تأكيد مباشر على أننا حرصون على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ونحو مستقبل يشهد المزيد من التعاون المزيد من التنسيق في كل الأمور تحدثنا عن مشروع الربط الكهربائي تحدثنا عن التعاون في مجال الطاقة نبوب النفط من البصرة إلى العقبة تحدثنا عن زيادة تبادل التجاري هو جاوز كل المعوقات لأننا البلدان مقتنعان بأن في تعاوننا وفي تنسيقنا مصلحة مشتركة المحطة الثانية للصفدي كانت اللقاء برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أشاد بموقف المملكة حكومتنا وشعبنا بالوقوف مع العراق فيما أكد وزير الخارجية العراقي على أهمية هذه الزيارة التي شهدت تفاهمات مشتركة تخص مختلف المجالات الاقتصادية والنفطية تب بحث الموضوع الاقتصادي بشكل مطول والاتجاه نعمل المستقبل في مشاريع دقيقة ومحددة وستراتيجية وذات فائدة كبيرة للشعبين الصديقين بما فيها مجالات الطاقة ومجالة النفط والكهرباء وطبعا هذا جدا مهم بالنسبة لنا في مشاريع محددة إن شاء الله نبدأ في العمل عليها وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رافق نظيره الأردني في الاجتماعات الرسمية بدءا من استقباله من مطار بغداد وحتى انتهاء عودته زيارة الصفد إلى بغداد حملت رسائل عديدة باتجاه الحرص على توطيد العلاقات الأردنية العراقية عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي الذي يعاول في برنامجه الحكومي على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية للعراق مع المحيط العربي عمار مهر المملكة بغداد وفي لقاء خاص مع المملكة قال وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي إن زيارته للعراق كانت ناجحة لسيمة وأنها بحثت آفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين خلال المرحلة الحالية التي هزم فيها العراق الإرهاب وانطلق لعمليات الإعمار وإعادة البناء زيارة ناجحة بكل المعايير وأنا هنا في العراق بتوجيه من جلالة الملك للتأكيد على صلابة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العراقي ونقلت له رسالة من جلالة الملك بداية هنأنا العراق الشقيق على نجاح العملية السياسية وتولي فخامة الرئيس في دولة رئيس الوزراء والحكومة العراقية مسؤولياتها نؤكد من جلالة الملك تأكيد مباشر على أننا حرصون على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ونحو مستقبل يشهد المزيد من التعاون المزيد من التنسيق في كل الأمور نحن والعراق تجمعنا أواصر أخوة وعلاقات استراتيجية ومصالح كثيرة متبادلة نقف مع الأشقاء العراقيين بكل إمكانياتنا هذه الزيارة كانت فرصة للحديد حول آفاق التعاون وأعتقد أننا اتفقنا مع معالي الأخ على أن نعمل بخطوات عملية واضحة من أجل تفعيل التعاون في جميع مجالاته أمن العراق استقرار العراق هو ركيز من أمن واستقرار المنطقة والأردن وقف إلى جانب العراق الشقيق في حربه ضد العصابات الإرهابية والظلامية التي مثلتها ونحن نقف مع العراق الشقيق في عملية إعادة الإعمار لأن عودة العراق لممارسة دوريه كاملا آمنا مستقر منجزا هي ضرورة للمنطقة كلها وركيزة من ركاز لمن الاستقرار كما تحدث معالي الأخ أشكره كثيرا على ما غمرني به من طيب استقبال ومن حوار أيضا ثري معمق بحثنا كل أفاق التعاون سواء على المستوى السياسي المستوى الدفاعي وأيضا على المستوى الاقتصادي والتجاري واتفقنا على أن تبدأ فرق عمل مباشرة بحث كيفية أن نترجم هذه الإرادة السياسية على أعلى المستويات لتفعيل العلاقات أن نترجمها خطوات عملية ملموسة تحدثنا عن مشروع الربط الكهربائي تحدثنا عن التعاون في مجال الطاقة نبوب النفط من البصرة إلى العقبة تحدثنا عن زيادة التبادل التجاري وهو جاوز كل المعوقات لأننا البلدان مقتنعان بأن في تعاوننا وفي تنسيقنا مصلحة مشتركة تاريخ أخوي كبير وإن شاء الله مستقبل حافل بالمزيد من الإنجاز والتعاون نحن والعراق علاقات أخوية وشراكة استراتيجية أيضا نحن الأقرب إلى العراق والعراق هو الأقرب إلينا وأعتقد أن تمت فرص كبيرة نحن كحكومات سنعمل على إيجاد الأطر التشريعية والأطر التنظيمية اللازمة لينطلق العلاق القطاع الخاص وكما تعلم القطاع الخاص في البلدين له تاريخ من التعاون وإن شاء الله ستشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون الذي ينعكس بالخير على البلدين كما قلت وأعيد وأكرر أن الزيارة كانت ناجحة بكل المعايير سواء اللقاء مع فخامة الرئيس أو مع دولة الرئيس والمحادثات المفصلة التي أجريناها معالي الوزير الخارجية وأنا كانت محادثات عملية ومحادثات موضوعية تنطلق من الإرادة السياسية الراسخة في تفعيل التعاون وترتكز إلى تفكير مشترك وخطوات عملية لنفعل ما هو في مصلحة البلدين ومصلحة البلدين يخدمها المزيد من التعاون والتنسيق إن شاء الله وحول الزيارة والعلاقات الأردنية العراقية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو سعادة السفير ماجد القطارني مدير الشؤون العربية والشرق أوسطية في وزارة الخارجية وأرحب بضيفي من العاصمة العراقية بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية السيد أحمد محجوب أهلا بكم سيد أحمد محجوب النظر إلى هذه الزيارة لأول وزير العربي إلى بغداد منذ تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي وأفق العلاقات الأردنية العراقية شكرا جزيلا على الاستضافة في تلفزيون المملكة هذا التلفزيون المتألق يعني بالتأكيد المملكة الأردنية الهاشمية لم يمضي أسبوع واحد على تشكيل الحكومة العراقية إلا وبادرت كما نأحدها دائما في مواقفها العربية الأصيلة كدولة جارة شقيقة في تأييد ودعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي وكذلك تقديم التهاني لمعالي دكتور محمد علي الحكيم وزير الخارجي قبل ذلك طبعا التهاني لفخامة رئيس الجمهورية الدكتور برحم صالح بالتأكيد هذه أول زيارة لمسؤول عربي بعد تشكيل الحكومة وهي تعبر عن عميق العلاقة بين البلدين الجدية والعملية التي وصفها السيد الوزير الحكيم وكذلك سيد الوزير الصفدي يعني هي التي كانت تحيط بهذه الزيارة وباجتماعاتها العملية التي دامت نهارا كاملا وتمخضت عن كثير من النتائج المهمة وأنا شخصيا أعتقدها بحكم قربي من هذه المحادثات ما هو معلن منها وما هو غير معلن من بعض الملفات التي تحيط بها الخصوصية أعتقد أنها أسست لمرحلة مهمة جدا في العلاقات العراقية الأردنية وتحديدا تلك التي تتعلق بالشراكات الاستراتيجية والتي ستؤسس إن شاء الله لمرحلة واعدة ومهمة من تبادل تجاري مهم وكبير بين العلاق والمملكة الأردنية الشمية وكذلك اتفاق على قضايا المنطقة المهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحتى قضية أمن الخليج والإقليم بأجمعه نعم سعدت السفير ماجد القطار كنت ضمن الوفد المرافق لوزير الخارجية في هذه الزيارة الأولى عربيا بعد تشكيل الحكومة العراقية عدت بالتو من العاصمة العراقية بغداد الأجواء التي سادت مختلف اللقاءات بداية أسمح لي أخي طارق أن أشكركم من خلالك أشكر القائمين على قناة المملكة القناة الذي بزمن قياسي أصبحت بمصاف القناة الإخبارية في المنطقة سيدي كانت الأجواء إيجابية جاءت الزيارة بتوجيهات من صاحب الجلال هاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين لمعالي وزير الخارجي وشؤون المختربين عيمن الصفدي لتقديم التهاني للقيادة العراقية من سيادة الرئيس العراقي ودولة رئيس الوزراء وأيضا للتأكيد على حرص المملكة على التعاون مع الأخوة في العراق والتأكيد على أن الأردن كان وسيبقى السند والشقيق لتحقيق العراق لأمنه واستقراره ورخائه فجاءت ضمن هذا الإطار كانت الأجواء إيجابية للغاية تم البحث في عدد من الأطر مع سيادة الرئيس العراقي كان الحديث واضح وصريح بأن الاهتمام مشترك بأن يكون هناك توثيق للعلاقات التنائية بين البلدين وأن يكون هناك خطوات إيجابية ملموسة يلمسها الشعبين الشقيقين لتنفيذ الرؤى السياسية للقيادتين البلدين وجاء ذلك أيضا تأكيدا من دولة رئيس الوزراء الذي قال بأنه لابد أن ترى العلاقات التنائية أسس وتعاون جديدين خلال المرحلة القادمة وذكر بأن المشاريع الاقتصادية بين الأردن والعراق ليست مشاريع اقتصادية بل هي مشاريع استراتيجية للعراق وأيضا أصبح هناك حديث لإيجاد خطوات مباشرة حيث أن وزيري خارجية البلدين قرراه على تشكيل لجان فورية للعمل ضمن وزارتي خارجية البلدين لبدء العمل فورا للبحث في كافة القضايا العالقة ما بين البلدين والانطلاق من ذلك لوضع الأسس التي ستعمل على تفعيل المراد والمطلوب إن شاء الله أستاذ أحمد المحجوب الناطق باسم الخارجية العراقية لدينا تحديات مشتركة في ظل هذه العلاقة التاريخية التي تربط الأردن بالعراق مواجهة الإرهاب وضمان الاستقرار ومصلحة الأردن في وحدة العراقية وازدهارها التعاون الأمني مرتكز أساسي لاستقرار البلدين برأيك كيف يتعزز على إثر هذه الزيارة التي وصفت بناجحة والمثمرة يعني بداية هناك قدر جغرافي يجمع المملكة الأردنية الهاشمية بالعراق هذا القدر هو التجاور الأبدي بين البلدين ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية من العراق ومواقف العراق من المملكة الأردنية الهاشمية على تعاقب الحكومات والدول ومنذ تأسيس الدولتين بالتأكيد الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين بدأت منذ بداية الحرب ضد الإرهاب هناك تنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية كثير من قواتنا في الشرطة العراقية حصلت على تدريب جيد من خلال برامج مهمة داخل مملكة الأردنية الهاشمية هناك تعاون استخباري مهم بين البلدين والآن هناك عمل جاد وحثيث على أمن الحدود وهذا ما تم الحديث عنه هذا اليوم في بعض الملفات التي نوقشت لتأمين الحدود بين البلدين وهو ما سيدعم خط التجارة الناقل بين البلدين والمنفذ الحدودي وأيضا سيكون ممهدا للعمل على التأسيس لمرحلة مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة وهذا هو المشروع الاستراتيجي الذي سينقل البلدين نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية والذي نأمل أن يبدأ العمل به سريعا بعد أن تنجز القطاعات الأمنية مهمها في تأمين الطريق الناقل ما بين البصرة إلى العقبة وتهيئة الظروف اللوجستية لذلك أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا تفضل وهي غاية في الأهمية وهو أن التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في أعلى مستوياته سعادة السفير منتصر الزعب في بغداد وكذلك سعادة السفيرة صفية السهيل في عمان يعملان وبشكل حثيث مع طاقمهم الدبلوماسي المهم على تعزيز هذه العلاقات والحمد لله هذه العلاقات تتطور يوما بعد آخر حتى لكأنها لا تجد مجالا تتطور فيه من كثر ما كان العلاقات جيدة بين البلدين أعتقد أننا الآن بصدد أيضا الحديث عن تسهيل السمات بين البلدين ودخول المواطنين الأردنيين للعراق بسهولة وكذلك دخول المواطنين العراقين للمملكة الأردنيين الشيمية بسهولة أيضا كل هذه الملفات نوقشت اليوم على عجل ولكن بالتأكيد اللجنة التي أشار لها سعادة السفير رئيس الدارة العربية مهمة جدا وهي على مستوى وكلاء الوزارة والتي ستعمل بشكل حثيث خلال الفترة الوجيزة القادمة على تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه هذا اليوم نعم سعاد السفير ماجد القطار اليوم في سعي الحثيث لتمتين العلاقات الأردنية العراقية ليست ثمة معيقات أو تأثيرات إقليمية أو دولية برأيك يا سيدي هناك نظرة تكاملية مشابهة ما بين العراق والأردن نحن ننظر إلى قضايا الإقليم بنظرة اليوم كان في بحث كامل لكافة الملفات هناك التقاء ما بين وزراء الخارجية عندما صار الحديث حول مختلف الملفات هناك دعوة حثيثة ورغبة بأن يكون هناك وضع خطط حتى يكون هناك استمرارية للتشاور حتى ما بين وزارتين الخارجية البلدين ضمن إطار القضايا الإقليمية المنظورة حولنا هذا أولا ثانيا أود العودة إلى صاحب السعادة ومقاله بأن هناك أيضا الحديث كان اليوم الحديث حديث على الواقع حديث لإيجاد خطوات فعلية تم الحديث عن خط الناقل النفطي البصرة العقبة كان الحديث عن زيادة التبادل التجاري عن المواد التجارية التي ستعفى من منشأ أردني كان هناك إرادة واضحة لدى الحكومة العراقية بأن هناك يكون في قرار لإزالة السماء الجمركية عنها لزيادة التبادل التجاري هناك رغبة واضحة وصريحة لانتقال إلى تشاركية في موضوع الطاقة وهي الشبكة ربط الكهربائي وأن يكون حتى ليس ثنائيا ولكن إقليميا أن يكون هناك تفكير إلى هذا الحد لذلك كان هناك عدد كبير من المشاريع التي أستطيع أن أقول اليوم بأن هناك خطوات فعلية ستبدأ أو بدأت اليوم في بغداد للعمل على تنفيذها نعم سيد أحمد المحجوب تأتي حكومة الأستاذ عادل عبد المهدي بنفس وتوجه جديد عربيا عربيا ترجم هذا التوجه فعليا أولا في العلاقة ما بين الأردن والعراق ومنها عربيين الدور الأردني المؤمل في هذا الاتجاه برأيك نعم يعني تكليف دولة الرئيس العبد المهدي لمعالي السيد محمد علي الحكيم كوزير للخارجية وهو من أمهر الدبلوماسيين العراقيين عمل مندوبا دائما للعراق في الأمم المتحدة ثم نائبا للأمين العام في الأمم المتحدة وهو شخصية فذة ومهمة وسياسي ودبلوماسي يعني عبقري يعني هذا يدل على أن الحكومة تتوجه نحو الانفتاح عربيا باتجاه دول الجوار الجغرافي وبالتحديد المملكة الأردنية الهاشمية التي أستطيع أن أصطلح على العلاقة أو الرؤية المشتركة بينهما ليس تكاملا فقط وإنما تطابق لدينا في النظرة لمشاكل المنطقة وهناك رؤى تم الاتفاق عليها هذا اليوم تتعلق بأمن المنطقة والموقف من المشكلة الإقليمي وهو يتعدى حتى الإطار الاقتصادي الذي تم التركيز عليه في مشاورات هذا اليوم إلى إطار أوسع وهو إطار سياسي ربما سيكون له دور مهم جدا في المرحلة القادمة فيما يتعلق بأزمة المنطقة فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية بالنتيجة المملكة هي رئة العراق الغربية التي يتنفس منها وكذلك العراق يعتبر رئة مهمة جدا للمملكة الأردنية الهاشمية من الجانب الشرقي هذا التبادل وهذا التنافع بين الدولتين بالتأكيد سيكون له الأثر الكبير على اقتصاد المنطقة ككل وعلى الوضع السياسي في المنطقة ككل نعم نحن نعول كثيرا على هذه العلاقة المتميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية وعشمنا كبير جدا بأشقائنا في المملكة أنهم سيقفون إلى جانبنا في توحيد الرؤى والانطلاق إلى فضاء أوسع في المنطقة بعيد عن الصراعات وبعيد عن التأخر الذي حاطب المنطقة خلال الفترة الماضية بسبب الصراع الإقليمي المرير والمؤلم نعم سعد السفير ماجد استكمالا لما ذكره أستاذ أحمد نتحدث عن الأردن كبوابة عربية تجمع وتلمفض الواقع إقليمي تتغير فيه ظروف السياسية والأمنية أهمية تلك البوابة الأردنية للتقارب يا سيدي ما حصل اليوم في العراق هو البناء على العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء الأردنيين والعراقيين وأيضا البلدين بقيادتين العلاقات التاريخية هناك تقارب بكل الأصعدة هناك حتى تقارب اجتماعي ما بين الأردن والعراق فبالفعل زي ما ذكر زميلي من بغداد الرئى والتواصل والبعد الأردن للعراق والعراق للأردن كانت هذه ما أحاطت اجتماعات اليوم وما شعرنا وما حتى حمله معالي وزير الخارجية من رسالة إلى الإخوة في العراق بأننا كما كنا سنبقى الأردن سيبقى للعراق كما كان وإن شاء الله سنبني على هذه أنا أشكرك سعادة السفير ماجد القطاري وكذلك أشكر ضيفي من بغداد أحمد المحجوب المتحد باسمه وزارة الخارجية العراقية شكرا جزيرا لكما ليبيا على وقع توافقات جديدة هذا الملف بعد فاصل قصير تعيش ليبيا هذه الأيام أجواء من التوافقات التي ربما ستبضي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد اليوم أعلن في طرابلس عن توافق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على خطة لتقاسم السلطة وسير قدما في العملية السياسية نحو الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية الأمم المتحدة رحبت بهذه الخطة واعتبرتها خطوة مهمة على صعيد الحل السياسي في ليبيا أخيرا وكخطوة مبدئية لوقف النزاع المسلح في ليبيا توصل المجلسان المتنافسان إلى اتفاق على بدء العمل لإصلاح مؤسسات البلاد للوصول إلى توحيد السلطة فيها الاتفاق جاء بعد لقاءات جمعت لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توافقت اللجنتان خلاله على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية كما يهدف الاتفاق لإنهاء الانقسام الواضح في البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة والتهيئة لانتخابات رئاسية وبرلمانية الأمم المتحدة والتي تعمل على الوساطة بين الجانبين المتصارعين أبدت ترحيبها الحذر بشأن تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات وقال المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إنه استمع إلى إيجاز التقدم الجيد في المحادثات السياسية بين الطرفين مؤكدا استلامه وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي إذن هي خطوة للأمام في توحيد مجلسي البلاد على الرغم مما يراه مراقبون حول أن مصير الفصائل والجماعة المسلحة سيشكل عائقا أمام الاتفاق كونها جماعات تستفيد من حالة الفوضى التي تخيم على البلاد من ترابلوس ينضم إلينا الباحث السياسي صلاح البكوش أستاذ صلاح أهلا بك بداية يعني ما الذي نبه الجبيع إلى مخاطر التمزق في ليبيا فسهل التوافق على توحيد مؤسسات الدولة والسلطة أعتقد أنه من المهم أن نوضح أنه ليس هناك أي توافق جديد ليس هناك أي جديد في هذا البيان عندما كنا في تونس وكنت أحد أعضاء الفريق المحاور لمجلس الدولة توصلنا وأعلن ذلك في مؤتمر الصحفي بحضور غسان سلامة وموجود نص المؤتمر الصحفي على صفحة بيعت الأم المتحدة توصلنا وهذا كلام عبدالسلام نصية رئيس فريق الحوار من مجلس النواب توصلنا إلى صيغة مجلس رئاسي من ثلاث أعضاء منفصل عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم أمس خرج علينا مجلس الدولة ومجلس النواب ومنما السيد نصية ويقولون توصلنا إلى اتفاق مجلس رئاسي من ثلاث أعضاء ومجلس وزراء منفصل ليس هناك جديد في هذا العقبة التي أوقفت المحادثات في تونس هو الآلية والمادة الثامنة وبعض الطلبات الأخرى من مجلس النواب أو بالأحرى من خليفة حفتر عبرى مجلس النواب توقفت المفاوضات لأن هناك إشكالية خليفة حفتر وتبعيته لسلطة مدنية هو لا يريد ذلك وهو يريد أن يتحكم في مجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وهذه العقبة الرئيسية أعتقد أن ما قام به المجلسان الآن هو خطوة استباقية فرقعة إعلامية لحث غسان سلامة الذي من المفترض أن يقدم إفاداته إلى مجلس الأمن في الثامن من الشهر القادم ومن المعتقد أنه سيعلن فشل عملية تعديل الاتفاق السياسي والذهاب مباشرة إلى المؤتمر الوطني الجامع الذي ربما سيكون مؤتمر بليرمو مؤيدا لنا سلاحيان إذا كان الأمر على هذا النحو بعد أن بث هذا البيان فصحة من الأمل لدى الليبيين وكذلك الأمم المتحدة كيف سيحظى أو تحظى تلك الأطراف السياسية بالصدقية والاحترام إذا ما ذهبوا في إطار مؤتمر وطني جامع حتى في تلك الخطوة قد يساور الجميع الشكوك لا أعتقد ذلك لأن الخطة للمؤتمر الوطني الجامع هو جمع الأطراف التي لها فاعلية على الأرض والتي لديها القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية لإنفاذ ذلك الاتفاق الآن مجلس الدولة ومجلس النواب ليست لديهم أي سلطات لتنفيذ أي اتفاق وليست لديهم لا الشرعية ولا المشروعية مجلس النواب لم يجتمع منذ أشهر والبعروف أن مجلس الدولة يتحاور مع خليفة حفتر وليس هناك مجلس نواب إذن من له المشروعية والشرعية في ليبيا الآن وإستطيع أن يتخذ القرار ويدفع به قدما هناك عدة مقترحات وهناك حديث موسع حول من هي الأطراف التي ستدعى أعتقد أن الأطراف التي ستدعى هي الأطراف العسكرية التي لها قوة على الأرض الأطراف السياسية التي لها شعبية والتي تؤثر في المجتمع وكذلك أطراف ربما من المؤسسات المجتمع المدني وأيضا ربما من الأعيان والشيوخ القبائل في ليبيا وبذلك يمكن إعطاء مشروعية لهذا التجمع لتمرير مشروع وطني جديد برأيك في الحديث دائما على الفصائل المتناحرة والفصائل التي تمسك بالأرض في ليبيا ستذهب إلى مؤتمر وطني جامع دون أن يكون مسبقا هناك وعوب بقطف ثمار تمكنها من الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت عبر سنوات الأزمة في ليبيا أعتقد أن هذا السؤال مهم ولكن هناك اعتقاد بأن هذه الفصائل يجب أن تعطيها ما يكفي لكي تشارك وأيضا يجب أن توسع المؤتمر الوطني الجامع بحيث لا تسيطر عليه وعلى هذا الأساس أعتقد أن غسال سلامة والأولم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يعمل على خلق هذا التوازن داخل مؤتمر الوطني الجامع بحيث تلتزم جميع تحضره جميع القوة المؤثرة فعلا على الأرض ولكن بدون أن تعطي فرصة لاكتساب أي انتصار يعتمد على قوة السلاح فقط لكن هل من السهل أنا لفتني أنك قلت يعطيها ما يكفي أود أن أستبسر منك ما هو كاف لتلك الفصائل التي هي في الأصل مستفيدة من حالة الفوضى في البلاد هذه الفصائل تعرف بأن الوضع أو لا يمكن الاستمرار فيه وعلى هذا الأساس أعتقد أن يمكن إعطاء هذه الفصائل فرصة للتحول إلى كينا سياسية أو إدماجها في قوات الشرطة والجيش أو أعطاء منتسبها بعض المساعدات لكي يبدأوا حياة جديدة بعيدا عن حياة الميليشيات هناك عدة حلول وهناك تجارب عدة في العالم لكنها لم تنجح في ليبيا في ليبيا أستاذ سلاح لم تنجح يعني كان الأمل بعد انتهاء ثورة هناك بأن يتم دمج كل هذه الفصائل التي شارت في العمل العسكري ضمنها مؤسسات الدولة في وزارتي الدفاعي والداخلية أنا كنت هناك في تلك الفترة وكل الجهود التي بوذلت لم تثمر عن نتائج إيجابية ازدادوا قوة وبطشا واستفادوا من الحالة الفوضى والتمزق في ليبيا نعم لم تنجح ولكن ما الذي لم ينجح لم تنجح لم تطبق ولم تطور أي خطط ولم تطبق أي خطط بمنهجية معروفة للتعامل مع قضية الإدماج والتسريح وما إلى ذلك كان هناك الحكومات المتعددة في ليبيا حكومات ضعيفة لم تستطع القيام بأي شيء اعتمدت حكومة زيدان الأولى على 70 مليار دينار ليبي ميزانية واهتمت بشراء ولايات بدون تطبيق أي خطة للتعامل مع هذه الميليشيات ومن ثم أتت حكومة الوفاق وحكومة الوفاق ضعيفة جدا أتت لمحاصصات معينة ولم تستطع أن تبني قوة بخمسمائة جندي لكي تدعمها فاضطرت الاعتماد على هذه التشكيلات المسلحة ولكن نحن نتحدث عن مؤتمر وطني جامع يجمع جميع الأطراف ويخرج بحكومة قوية مسنودة دوليا يمكن عليها أن تطبق مثل هذه البرامج لكن ما هي الضمانات برأيك أستاذ صلاح يعني كان هناك أكثر من اتفاق في السابق لم يترجم على الأرض ما هي ضمانات أن هذا المؤتمر الوطني الجامع سيثمر عن حكومة وطني ستمضي قدما في انتخابات رئاسية وتشرعية وتغير من المشهد في ليبيا نعم الضمان ليس هناك بالطبع أكثر من تلتي جميع اتفاقات المشاركة في السلطة في العالم فشلت ولكن هذا لا يعني بأن بالضرورة يحكم على هذه المحاولة بالفشل ولكن أعتقد أننا عندما نتحدث عن مفاوضات من خلال إطار تفاوضي جديد وهو جمع جميع المكونات التي لا تأثير على الأرض وليس فقط مجلس الدولة ومجلس النواب أو مجلس الدولة ومجلس النواب وخليفة حتى إطار تفاوضي جديد موسع يشمل جميع الأطراف المؤثرة وأيضا اتفاق سياسي اقتصادي يعتمد على مفهوم جديد والتعامل مع المشكلة الرئيسية في ليبيا وهي توزيع الثروة لأن الصراع في ليبيا هو صراع حول السيطرة على موارد الدولة وهذا العامل لم نتعامل معه أنا كنت أحد أعضاء الوفد المفاوض في الصخيرات أيضا ولم نتعامل مع هذه القضية تعاملنا مع تقاسم السلطة السياسية ولكن لم نتعامل مع القضية الأساسية التي سببت كل هذا الصراع في ليبيا وهو الصراع على من يتحكم في موارد الدولة ربما مشروع جديد لتقاسم الثروة في ليبيا بين المناطق المختلفة وبالتالي تحييد هذه الثروة سياسيا ربما سيخفف الصراع وأعتقد أنه يعطينا فرصة أكبر للنجاح ولكن لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يضمن أي شيء وهو لم يحدث في أي بقع من العالم من قبل في إطار هذا المؤتمر الجامع وما أخفله اتفاق للصخيرات فيما يتعلق بتوزيع الثروة سيبقى المؤتمر المقبل على عنوان تقاسم السلطة مع توزيع الثروة برأيك؟ أعتقد أن المؤتمر الوطن الجامع سوف يعمل على ثلاث محاور المحاور الأول هو إطار لحكم الدولة ما هي طبيعة الحكم الذي نريده في ليبيا وأعتقد أنه ربما سيكون هناك طرح جريد من بعض الأطراف لفكرة الفيدرالية من جديد ومقابل ربما نظام برلماني وليس نظام رئاسي مع اتفاق اقتصادي ليبي لتقاسم الثروة بين المناطق حسب السكان وحسب المساحة وما إلى ذلك وبذلك ندخل في اتفاق جديد يتعامل مع القضايا الأساسية في ليبيا وليس اتفاق حول تقاسم السلطة بين جسمين أو ثلاثة لا يملكون قدرة فعلية على الأرض تبسل صلاة مكوش يعني اليوم بعد كل هذه السنوات من التأزم وعدم الاستقرار الشعب الليبي كيف يتابع أولا جهود الأمم المتحدة جهود كافة الفرقاء وهو يطوق إلى أن يحل السلام في بلاده نهاية المطاف يعني ليس جديدا وليس سرا أن الشعب الليبي مثل أي شعب في العالم الغالبية الساحقة من الشعب تريد أن تتحصل على عمل جيد وتريد أمنا وسلاما وتعليما لأبنائها وما إلى ذلك وليسوا مهتمين بإشكاليات السياسة ولكنهم دائما كما هو الحال في جميع الحال العالم يلومون الطبقة السياسية والطبقة السياسية هي التي سمحت بهذه بغض النظر عن الأسباب هي التي سمحت بهذه الفوضى وهذا التردي وهذه الإشكاليات التي نعاني منها اليوم وعلى هذا الأساس أعتقد أن المسؤولية على الطبقة السياسية أن تتحرك وتتحرك بحزم هذه المرة بالرغم من أننا نعرف أن الطبقة السياسية في ليبيا طبقة ضعيفة جدا لأن الشأن العام في ليبيا كان ممنوعا على الليبيين على مدى أكثر من أربع عقود أنا أشكرك من طرابلس الباحث السياسي صلاح البكو شكرا جزيلا لك اليمن على طريق المفاوضات من جديد هذا البلف بعد الفاصل أعربت الحكومة الشرعية في اليمن عن استعدادها للعمل على إجراءات وإنبناء الثقة في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وذلك في وقت يشير فيه العديد من المراقبين إلى جدية كبيرة لدى واشنطن لإنهاء الأزمة اليمنية ومن المقرر أن تبدأ الأطراف اليمنية جولة جديدة من المفاوضات نهاية الشهر الحالي تتوقع الأمم المتحدة أن تفضي إلى نتائج إيجابية على صعيد حل الأزمة في اليمن عمر المجالي طلعنا الآن على المزيد حول تعقيدات المسار السياسي في اليمن خلال السنوات الأخير كذلك كانت هناك جهود معد متعددة عبر مبعوثين سابقين للأمم المتحدة ساعيا لحل الأزمة في اليمن اليوم أو منذ الأمس كانت هناك تصريحات أمريكية تدعو إلى وقف القتال في اليمن والعودة جميع الأفريقاء إلى طاولة التفاوض كيف ستبلور هذه بعد سنوات من الاستعصاء لحل الأزمة في اليمن طارق منذ عام 2011 لغاية اللحظة كان هناك العديد من النداءات والمفاوضات بمحاولات عربية وأيضا دوية لكن جميعها وصلت إلى طريق مسدود الآن سنستعرض المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية منذ عام 2011 وعنوان المشهد في اليمن حرب أهلية مفاوضات مباحثات وساطات دولية لكن دون الوصول إلى حل يفضي بالعودة لنقول اليمن السعيد الأمم المتحدة ومنذ بداية الأزمة كانت حاضرة في اليمن عبر مبعوثيها الثلاثة بداية من جمال بن معمر مرورا بإسماعيل ولد الشيخ في عام 2015 وانتهاءا بمارتين جريفث ثلاثتهم لم يجدوا الطريق الأنسب الذي يرضي الأطراف المتنازعة في اليمن مع بداية الأزمة كانت المحاولات حاضرة لعملية الانتقال السياسي الدور السعودي كان حاضرا وعبر الانتخابات انتقلت السلطة إلى الرئيس عبدرب منصور هادي خلفا لعلي عبدالله صالح الذي تنحى مقابل الحصان من الملاحقة القضائية له ولأسرته وفق ما عرف بالمبادرة الخليجية عام 2015 ومع انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية أعلن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون عن بدء محادثات مؤتمر جنيف بشأن اليمن الحكومة اليمنية المتركزة في الرياض قد رفضت المشاركة في المحادثات معلنة تمسكها بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 وطالب الحوثيون وقف الحرب عليهم كشرط لدخول المفاوضات في جنيف ولا يزال الطرفان يرفضان خوض أي مباحثات مباشرة انتقل وفدان من طرفين نزاع اليمنيين إلى الكويت لبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة تعاقبت جلسات الحوار دون توصل إلى أي اتفاق الجانب الحكومي تمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بحسب التسلسل المعلن قابلة رفض جماعة الحوثيين وطلبهم تعديل تراتبية النقاط الخمس الواردة في قرار مجلس الأمن والبدي بإجراءات التعديلات السياسية قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة مبعوث الأمم المتحدة البريطانية مارتين جريفث حمل خطته معه ويريد تطبيقها تحمل خطته العديد من النقاط أبرزها حث الفرقاء على التهدئة في الجبهات من أجل فسح المجال أمام مفاوضات جديدة كما تتضمن الخطة وضع حلول ومعالجات اقتصادية لقضية مرتبات الموظفين وآلية توريد الأموال البنك المركزي اليمني في تلك المناطق إضافة إلى الاتفاق على معالجات إنسانية سريعة تتعلق باستئناف العمل في مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق اليمن كافة والشروع في عملية واسعة لإطلاق السجناء السياسيين وتبادل الأسرع مع كل ما سبق من محاولات للخروج بحل إلا أن الوضع أكثر سوءا الأمم المتحدة وصف الوضع الإنساني في اليمن بالأسوأ في العالم أربعة عشر مليون شخص قد يصبحون على شفى المجاعة في حال استمرت الأوضاع على حالها خمسة وسبعون في المئة من السكان أي ما يعادل اثنين وعشرين مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية أيضا بينهم ثمانية ملايين وأربعمائة ألف في حال عدام الأمن الغذائي الخطير وبحاجة إلى توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة بالإضافة أيضا إلى تفشي مرض الكوليرا الذي حصد الآلاف الأرواح من اليمنيين مع كل المحاولات طارق وذكرت لك في النهاية اليمن هو الأسوأ إنسانيا وصحيا لعل جريفث ينجح في تطبيق خطته خصوصا مع المحاولات وندائة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إذن يبدو أن الأزمة اليمنية تسير باتجاه بعض الحلول عمر خلال الأشهر المقبلة وهذا ما أكده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في حديث خاص اليوم لقناة المملكة كنت قد أجريته معه ظهر اليوم سيد مارتين جريفث الدعوة الأمريكية الأخيرة لوقف القتال في اليمن العودة إلى طاولة التفاوض رحبتم أنتم بها كيف يتم ترجمة تلك الدعوات إلى خطوات عملية؟ لم يمر إلا يومان على ما أعتقد على هذه الدعوة ولذلك ما زال الوقت مبكرا ولكنها أيام مهمة والأثر الكبير لهذه الدعوة هي أننا الآن هناك تركيزا كبيرا من كل الحكومات ومن قبل أنصار الله وغيرها من الأطراف حول كيفية تنفيذ هذه الدعوة وما هو نوع تخفيف التسعيد أو نوع وقف إطلاق النار الذي يمكن أن ينجح والذي سيساعد الشعب اليمني والعملية السلمية يعني تردد سيد غريفث أن السويد ما هي الوجهة المقبلة هل تؤكد لنا ذلك؟ لا يمكنني أن أؤكد على الموقع أعرف بأن السويد قد ذكرت وأننا كنا نناقش مع المسؤولين السويديين اليوم هذا الموضوع لم نؤكد عليه وأريد أن أتأكد من أن الرئيس هادي موافق على موقع الذي نختاره لعقد هذه الجلسات ولكن نريد أن نعقدها ونعقدها قبل نهاية الشهر أدعو الأمريكية لوقف النار وإنحاء الأزمة في اليمن تشكل دعما جيدا لجهودكم؟ أعتقد بأنها كذلك أعتقد بأن أي شيء يخفف من حدة الحرب أو يخفف من حدة النزاع في البداية مهم جدا للشعب اليمني الذين يواجهون خطر المجاعة وكما تعرف والتي أيضا تساعد الناس على الإدراك بأن هناك بدينا للحرب وهذا مهم للغاية لشخصا في موقعي لأن يقنع الحكومة والأطراف والحكومة اليمنية وأنصر الله بأن هناك بديلا وأن هناك اللحظة المناسب لانتهاز فرصة السلام يمكن النظر إلى الدعوة الأمريكية كأفكار قابلة للحل من حيث وقف القتال أولا انسحاب الحوثيين من منطقة الحدود مع السعودية ثم توقف قصف التحالف إذن كيف لدعوة الولايات المتحدة أن تؤثر على النزاع؟ هل هي أفكار جيدة للحل؟ تعتقد أنها أفكار جيدة مبدئية للحل؟ أعتقد أنها سكذلك والذي يجب علينا القيام به هو أمران ولكن في الوقت ذاته يجب علينا أن نجد حلا سياسيا والذي يمكن أن نكتشفه خلال المشاورات والانفاوضات القادمة وفي الوقت ذاته يجب علينا أن نجد طريقا لوقف الحرب ولتقديم الفرص لإيصال المساعدة الإنسانية وأن نسمح الأشخاص للناس من العبور إلى أشغالهم بشكل سهل ولذلك فإن دعوة لوقف إطلاق النار هي مهمة للغاية في أي عملية لإرهال الحرب لأنها تسمح للناس أن يعيش مرة أخرى ولكنها معقدة في ذات الوقت وهناك دعوات يجب أن تكون قابلة للتحقيق وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وأيضا يمكن أن تحدث فرقا في حياة الناس والحدث التي حصلت هذا الأسبوع من عدد من الحكومة ومن ضمنه الولايات المتحدة هي مهمة للغاية وهي لحظة مهمة جدا له طيب من بين الدعوات الأمريكية وقف قصف التحالف الموقف السعودي والإماراتي لديه أي شروط لوقف القصف؟ لا أعلم بذلك أعتقد بأن الإماريتيين والسعوديين وأنا متأكد أيضا الولايات المتحدة ما يريدونه هي أنها إجراءات يمكن أن تكون إيجابية وبناء ويمكن أن تنجح ولذلك فالأمر ليس متعلقا بشروط مسبقة بل باتخاذ قرارات ما الذي سينجح أولا وثانيا وكما تعلم بأن الوزير بمبيرو قد كان يبحث عن سلسلة خطوات لتخفيف حدة النزاع والأعتقد بأن ما علينا قيام به الآن هو أن نجد الخطوة الأولى المناسبة لدعم الدعوة التي أطلقها بمبيرو والوزير المتحدة ستذكرهم هل تعتقد سيد مارتن أن المواقف السعودية والإماراتية منسجمة متزقة ليست ثمت تباين بينهما؟ أعتقد بأنهم متشابهان لديهم أدوان مختلفة في دعم الحكومة اليمنية بالطبع ولكن كلاهم في التحالف وأيضا هم على اتصال مستمر ومن دون اتفاقهما أيضا على المسائل الاستراتيجية ذات الهمية العالية والإضافة إلى الرئيس هادي أيضا لا يجد هناك خطوة الأمام ولذلك ما نراه اليوم والبارحة وغدا هو الكثير من الأنشطة في رياضي وأبو ظبي وأيضا في صنعاء حول كيفية تنفيذ هذه الدعوة وأعتقد بأن لدي كل منهم لديه نظرة مختلفة بناء على الأدوار المختلفة التي يقومون بها ولكن لا أعتقد بأن لديهم أهداف مختلفة طب الآن وأنت تسعى لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة التفاوض هل ثمت شروط مسبقة من قبل الحكومة الشرعية اليمنية وكذلك من قبل الحوثيين الحكومة الشرعية اليمنية وأنا مسرورا من أنك سألتني هذا السؤال لأنهم قد أصدروا بيانا بناءا وأنا على اتصال مستمر مع الرئيس هادي وهو مسرور بأنه بصحة جيدة وسيعود إلى المنطقة قريبا لقد أصدرت الحكومة بيانا مفصلا وبناءا حول الاتفاق على الحاجة لمشاورات عاجلة لدعم الجهود التي نقوم بها لبناء الثقة بين الأطراف وفتح المطار وغيرها من الأمور ولذلك فأنا متأكد كما أنه ليس مفاجئ بأنه سيكون سعيدا مما نسمعه في الصحافة ماذا بشأن الحوثيين؟ أيضا رد إيجابي جدا من صنع من أنصار الله لقد أخبروني دائما على رغمي من ما يختلف عليه مع البعض بأنهم مهتمون بإيجاد حل سياسي والقائدهم عبد الملك الحوثي شخصيا قال ذلك لي مرات عدة والذي علي أنا أن أقوم به هو تأكد من أن الإجراءات صحيحة لهم لكي يحضروا المشاورات القادمة وأيضا إذا كان هناك إجراءات لتخفيف الحرب وأن هذه الإجراءات يمكنهم أن يوافقوا عليها سيد مارتين جريفث هل أنت مدفائل هذه المرة؟ سوف تكون خطوة أولى جيدة خطوة أولى على طريق طويل ولكن أعتقد بأنها سوف تحصل وأنا واثق من أن كلا الطرفين سيحضران وهذه بداية رائعة لعملية معقدة للغاية ولكن الميزة العظيمة التي لدى اليمن بأنه قد حضينا بشهرين في الكويت شكرا لأميري وحكومة الكويت قبل سنتين وكل القضايا التي يجب علينا معالجتها لمحل القضية قد تم نقاشها والآن علينا فقط أن نتابع وأن نحدث ونتوصل إلى اتفاق وأود أن أضيف أمرا بأننا إذا لم نقم بذلك وإذا لم نقم بذلك بسرعة وبشكل عاجل وهذا السبب وراء دعوة الوزير لها بالطارئ فإن المجاعة سوف تأتي إلى اليمن إنها تدق على بابها وأعتقد كما رأينا من مناطق أخرى بأن المجاعة ليست أمرا بسيطا بل هي أمر معدن بأثرها ولها تأثير كارثي وهذا يجعلنا جميعا مدفوعين لتحرك بشكل الإسراء ستكون محادثات مباشرة سيد ماردن أم أنك ستتنقل بين الأطراف؟ سوف أستمر في التنقل أنا آمل بأن أثبت لرياض قريبا وعودة إلى صنعاء ومسقط وأحذر للمحادثات التي سوف تحصل نهاية الشهر التقيتم الأطراف الجنوبية هل سيكونوا ممثلين في الجولة المقبلة من المفاوضات؟ إن الموقف الذي لدي أصوات جنوبية وأشخاص من الجنوب منذ أن بدأت عملي في آذار هو أنه سيكون من المفيد والقيم والمهم بالنسبة لهم بأن يشكلوا وفدا وأن يقدموا الاستشارات لي في أي مشاورات أو مفاوضات سوف نراها في المستقبل ما زلنا نعمل معهم لنحاول أن نشكل هذا الوفد ونستعرض كل الأراء من الجنوب وإذا تمكننا من الوصول إلى التوافق سيكون مرحبا بهم وكيف تنظر إلى التطلعات الجنوبية للانفصال في ظل أزمة اليمن الآن؟ كمسؤول في الأمم المتحدة فإني أؤمن بعمق بوحدة أي دولة ومن ضمنها اليمن ولكنني أؤمن أيضا بأن تطلعات أي فئة من فئة الشعب اليمني مهما كانوا يجب أن يتعامل معها عبر السياسة الاعتيادية ومن حكومة يمكنها التعامل مع هذا الموضوع في سياق الحوار والنقاش وأيضا ضمن الأعراف الدولية وهذا بالضبط ما أعتقد بأنه بإمكاني أن نتحقيقه فيما يتعلق بمسألة الجنوب في الأمم المتحدة فإننا نأمل بأن اليمن ستبقى موحدة وستزاهر موحدة ونعتقد بأنها وحدة اليمن مهمة لاستقرارها ولكن هذه المسألة ليست لي وليست للأمم المتحدة بل للشعب اليمني في أكثر من مرة ذكرت أن الطريق لن يكون سهلا لن يكون معبدا لتحقيق السلام في اليمن تعتقد سيد مارتون كريفت أنك ستنجح هذه المرة فيما أخفق مبعوثاني صابقان للأمم المتحدة لديك نفس طويل في مواجهة تعقيدات الأزمة اليمنية نعم دينية بأن أقوم بذلك ولكن الأمر لا يتعلق بي أعرف من عملي في وقف الحروب في شتنح العالم منذ وقت طويل بأن الوسيطة يلعب دورا صغيرا في هذا إن قادة الأطراف هم أبطال هذا السلام وإنهم هم من عليهم أن يقرروا نجاحها من فشلها وإن المسؤولية التي تتقع على عاتقهما قادة كل الطرفين أمام شعب اليمن وعائلات اليمن الذين يريدون لأطفالهم أن يعودوا المدرسة وأن يبعدوا عنهم شبح المجاعة بأن عليهم أن يمارسوا مسؤولياتهم شكل عادل وسريع وبطريقة مستدامة وأعتقد بأنهم سيقومون بذلك ومعرفتي بكل القادة وأعتقد بأنهم سيقومون بذلك أنا هنا لمساعدتهم ليس لأتحكم بهم أو أواجههم بل أنا هنا لمساعدتهم سيد مارتوني جروفث شكرا جزيلا لك شكرا شكرا وإذناته إلى نهاية العاشرة أشكر لكم حسن المتابعة تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة